انا بقى نعمل سندوتشات خطيرة هتعمل الغداء او العشاء في ربع ساعة بالزبط السندوتشات دي الولاد بيقفوا عليها طوابير وغالية هنعملها في ربع ساعة وهتطلع معاك بجد احلى من الجهزة كمان يلا بينا بقى نشوف كل التفاصيل علشان نعمل احلى سندوتش بطاطس عالطريقة السورية هجيب بطاطستين كبار كده هقشرهم كويس جدا وبعدين يلا بينا بقى نخسلهم كويس ونبتدي نقطعهم طرنشات بالشكل ده وبعدين صوابع وتكون طويلة كده بعد ما خلص التقطيع هحط عليها رشة من الملح وقلبهم كويس جدا ويلا في زيت غزير سخن علشان نحمر البطاطس تحميرها كويسة خلي بقى البطاطس تتحمر براحتها وتعالي بينا نعمل التومية كباية من الميا 3 معالق كبار من النشا الممسوحين وحط كمان 6 فصوص من التوم حطينا الكلام ده كله على بعض ويلا بينا نقلبهم وهما لسه قبل ما يسخنوا وبعدين نقلب لغاية ما يبتدوا يستيوه هتلاقي فرق لون النشا اللي كان عامل زي لون الحليب اتحول للون الشفاف بالشكل ده وكمان التوم ابتدى يستيوي كده فهيدينا طعم لزيز جدا هحط النشا بعد ما يبرد وعليه كباية من الزبادي معلقة صغيرة وسكر معلقة صغيرة من الملح وتلت تربع كباية زيت ويلا بينا نضربهم كويس جدا جدا في الخلاط اضربيهم كويس قوي هتاخدي قوام التحفة ده ما شاء الله خطيرة والطعم مش قادرة اقولك بقى على التومية وجمالها خلصنا التومية يلا بينا بقى نشوفها نعمل ايه كمان نبتدى نطلع البطاطس اللي اتحمصت وتقرمشت وتحمرت بالشكل ده في مصفه عشان تفضل معنا مقرمشها ونبتدى بقى نجيب العيش الشامي احط عليه كده معلقة كبيرة من التومية وزعها شوية بطاطس محمرين خيار مخلل اه كاتشاب ونبتدى نعمل رول كده ونضغط عليه ونقفله كويس قوي علشان يبقى الساندويتش متماسك بالشكل ده تعالي بينا نعمل واحد كمان يبقى معلقة كبيرة تومية تتوزع عليها البطاطس الخيار المخلل والكاتشاب وهنا بقى كمان هنحط شوية جبن لو متاح عندنا في البيت قفلي كويس قوي الساندويتش وتغطي عليه علشان يطلع رول مزبوط لو عندك جريل ادهنيها زيت ورصي فيها الساندويتشات على الوش اللي هو ايه مقفول به علشان مايفكش منك العيش ولو مفيش جريل فنقدر نستخدم الطوصة ومفيش مشكلة خالص هنحمصهم ويطلعوا معانا بالشكل الجميل ده السوق طحفة لون حلو ارمشة من بره خطيرة خلصنا تعالوا بينا بقى نقطع ساندويتشاتنا عشان نقدمها للولاد ما ارمشة ولذيذة جدا جدا ما شاء الله يلا بقى عايزكم تجربوها وتقولولي رأيكم ايه غدف ربع ساعة بس ايه خطير اشتركوا في القناة